نكون أو لا نكون هكذا هي المعركة مع الميليشيا كما يفهمها اليمنيون فالميليشيا التي شنت حربها على الشعب قبل سنوات بشعار إيراني كاشف أدرك كثيرون يومها أن مخططها يذهب أبعد من إسقاط الدولة وصولا لتغيير الهوية إدراك لم يلبث أن أصبح وعيا مجتمعيا مع انكشاف كذب الشعارات الميليشوية لدى من خدعوا بها في البداية ليصبح سؤال كثيرين إذا كانت هذه جرائم الميليشيا بحق المواطنين اليوم فإلى أي مدى سيبلغ إجرامها إن تحققت لها أوهامها بالسيطرة الكاملة تساؤل يختصر البعض إجابته بالإشارة لما ارتكبته ميليشيا إيران في حق العراق فيما يختار آخرون كوقف أمام ما ترتكبه الميليشيا الحوثية وسواها من الميليشيا الإيرانية باعتبارها جرائم كاشفة لقدسية معركة الدفاع التي يخوضها اليمنيون في وجه المخطط الإيراني الذي يستخدم الميليشيا باعتبارها أبرز أدواته وأقدرها في آن واحد الميليشيا التي تدرك أن مهاجمتها لمنطقة واحدة هجوم على كل اليمن مثل ما يدرك اليمنيون أن دفاعهم عن أي منطقة هو دفاع عن كل الوطن وأن هدف تحرير صنعاء يستهدف أيضا حماية بقية دول المنطقة والتي تعلن الميليشيا الإيرانية بوضوح أنها هدفها القادم إن تمت لإيران السيطرة على اليمن الوعي بالمعركة على حقيقتها باعتبارها معركة وجود يجعل من المشاركة في المعركة فرض عين وطني على كل مواطن كلا من موقعه ومن ميدانه فمواجهة الشائعات وفضح أكاذيب الميليشيا وحماية الجيل من سموم المراكز والدورات إسناد يتكامل مع ما يقوم به أبطال الجبهات الأبطال الذين يخوضون حاليا أنصع فصول معركة الكرامة معكدين ببطولاتهم الملحمية أن النصر والبقاء للهوية اليمنية بطولات يساندها أحرار الشعب وتستحق مزيدا من الإسناد الرسمي إسناد ينطلق فيه كل مسؤول من موقعه كجندي من جنود الوطن الذي لا يجد نفسه في غير تراب وطنه ومن التحام جميع المسؤولين بمجتمعهم يبدأ فصل جديد في ملحمة الحرية فصل النهاية المحتومة للعصابة الميليشاوية فهل يلتقط المسؤولون اللحظة فيملؤون موقع المسؤولية؟